طيب على ذكر برضو الانجازات الجيدة منتخب مصر للناشئين موليد 2006 في كرة القدم الحقيقة عمل نتائج هيلة جدا في كاس العرب اللي بتقام في مدينة وهران الجزائرية اللي موليد 2006 منتخب مصر اللي بيقود الكابتن محمد وهبة عمل نتائج ولا أرواع بكرة عنده مباراة المغرب بعد ما كسب السعودية 3-0 وكسب لبنان 8-0 9-0 وكسب كمان سوريا 5 المنتخب فيه سبع لعيبة من النادي الأهلي من العناصر الموهوبة الوعدة جدا عمر كمال ويوسف إسلام وأحمد عبدين مدافع وعمر سيد معوض التو أنباء إبراهيم وحسام عادل وهشام مصطفى سبع لعبين متميزين من الأهلي في هذا المنتخب اللي بيقوده زي ما قلتلكه كابتن محمد وهبة مدير فني والكابتن مومن عبد الغفار مدرب عام وعصام عبده مدرب ويوسف طاهر مدرب حراس مرمى بالتوفيق لهذا المنتخب الصاعد الواعد اللي قال كلمة قوية حتى الآن نرجو أن تكتمل المنتخب تأهل زي ما قلتلكوا لربع نهائي عن المجموعة الرابعة حيلاعها بالمغرب منتخب مصر بالعلامة الكاملة تسع نقاط فاز فيه مبارياته التلاتة البطولة بيشارك فيها 16 منتخب هي الإمارات وتونس والجزائر والسعودية والسودان وسوريا والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وغزر القمر ولبنان وليبيا ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن تجربة نكحة فترة كاس العرب سواء يعني 2003 شفنا بطولة قوية في السعودية شوف أنا أقول لك حاجة وده 2006 في الجزائر احتكاك قوي كاشف لحقائق المستويات انت وصلت فاينال مع السعودية مع الفريق الأكبر واعتقد فيه بطولة تانية بس مش عارف تذكرها اللي كسبناها وده المنتخب ده ماشي كويس مجسات قوية بتقول ان انت عندك ناشئين مواهب وعندك يعني مستقبل وعد بشرط حسن الاعداد والاستعداد سبع كويسين من الاهلي المرحلة الصينية دي مكدس بالمواهب ده في ناس تانية كمان مراحتش هيلة جدا طب نحن سألك سؤال يعني احنا بنتكلم على تميز ناشئين سواء في 2003 أو 2001 ثم 2006 مش اللعبة دي برضو بتضيح في الزحمة بص أستاذ فرهيم وعدلة صعبة جدا عشان ما نعودش نتكلم في السياسات ونتكلم مش عارف ايه انت دلوقتي لما تكون بتقود بطولات مطلوب أداء قمي فيها والغلطة بفورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر